قضية سد النهضة. ترامب قبل اطلق امام الصحفيين وامام العالم ان مصر قد تتعامل مع هزا الملأ بيداده اخر. وده هيستمر هيستمر. هاي بايدن هيكون بنفس. نعم. متوقع هزا. ليه بقى؟ لانه مصر هي مفتاح المنطقة كلها. وسواء جمهوري او ديمقراطي يدرك ذلك. فيه اللي بيدرك ذلك وبالتالي يترجمه الى اجراءات وسياسات محددة. وفيه اللي يعلم ذلك لكن لا يهتم بالتفاصيل. انا اعتقد انه بوجود باميلا هاريس مع بايدن سيهتمى بهذا الملف واهتمام منصف لكل من مصر واسيوفي. وده اللي مصر عايزاه. بسه مش ضد. اتنين انه احنا محتاجين لتكنولوجيا تحلية المياه على انتقوصها. فيه ملف الناس مش من رجعها. اللي هو ملف المياه في فلسطين. تلاحظي من كم سنة كده كان فيه كلام كتير عن تحويل اسرائيل لمجرى نهر الاردن. والاستحواز على المياه الى اخره. الوقت اسرائيل بتعتمد اعتماد كلي على تحلية المياه. مية مية بقى الى نهر الاردن ولا غير. بس اسرائيل ما عندهاش نيل احنا عندنا نيل. يا حبيبتي انت عندك افضل. طبعا. انا بقولك اذا كانوا هم احضوهمش انهار خالص. اقول له انهار بدأت تجف. استطعنوا يتغلب على المشكلة دي بتحلية المياه. موسيقى